أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة خالد عبدالغفار أعلن وصول إجمالية عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية دديدة لبناء الإنسان منذ انطلاقها لـ 33 مليون و 646 157 خدمة وخلل الأيام الأربع والماضية استفاد من خدمات المبادرة استفاد منها حوالي 8 مليون و 697 ألفا و 628 مواطنا حيث قدمت المبادرة خدماتها في مجال تمكين وتدريب المرأة لـ 22 ألفا و 234 مستفيدة ونفذت المبادرة حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ 9767 شابا وشابا وقدمت خدمات تأهيلية وعلاجية وأجهزة تعوضية لحوالي 300 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة علاوة على تقديم 6 ملايين و 914 ألفا خدمة صحية من خلال 47 قافلة طبية شملت خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسراء ترجمة نانسي قنقر